أسمع خلينا السككين حرقين ماهو الفيلو ماهو البنباي ده شمد ده آية لا ده حديث لا ده شمد ده كلام كاهن وساحر وعرف ده كلام كاهن وساحر وعرف ده ماهو آية ولا حديث ولا كلام الإمام أحمد ولا كلام لا لا ده كلام ذو المجرم بيأكل باسم الدين يتضل أه وما عنده بقضية ومش كنته دار يملك كرشو ضل برعي أه فهمتا بيأكل باسم الدين عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب شايل له ورقة قال هذا ما يا عمر ما هذا تقرأ في شنيتا قال ماذا يا عمر قال صحيفة من التوراة يا أخوان النبي ينهى زول يقرأ لا صحيفة من التوراة خليه كان كان شاب زول بيقرأ في كتاب البور عيقا أه التوراة ده كتاب نزل الله لكن ربنا سبحانه وتعالى نسخه ربنا نسخه في الغرال ربنا قال سبحانه وتعالى فمن يبتغي غير الإسلام دينة فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين تبشي تلقي 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 دين من الشيكانيبة ومن وين ها ومن الهناد ناس الفاء سبحان الله ياخي ديل فاته بعيد ومن الخنجر قال بيقول لك في دينهم إن الله ذاته ما بنزل مطر ده في دين الصوفية بتاع الخنجر ها ها تبشي ديل تشيل منهم دي ديل بيشيله منهم دي ياخي النبي صلى الله عليه وسلم وكدراء عمر قال ليه فالقها يا عمر صحيفة من التوراة قال لا ألغيها يا عمر قال لا لغجيتكم بها بيضان قيا ها بعد ذاك النبي صلى الله عليه وضح ليه قال ليه لو نزل موسى بن عمران لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يدبعن ياخي موسى عليه السلام كلم الله لو حيا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إن عيسى عليه السلام الذي أنزل إليه التوراة نبهنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشيكا ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليم ويضع الجزية يعمل شنو ها سبحان الله بعد ذاك يعمل شنو يجدد الدين الخربة الصوفية ها الدين الخربة الخواري ناس داعش ها الدين الخربة الشعبيين العلمانيين يجدد النبي عيسى عليه السلام يجدد هذا الدين سبحان الله الليلة الصوفية خربوا الدين زوروا المفاهيم سبحان الله ما يقدر يحرف الغرآن لكن حرف المآني تديها يا بينا تقول له ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له ها أضل مخلوق ده البنادي غير الله في صوفي ما حافظ الآية في صوفي ما قلت بيتقرر الغرآن كلام بين وماذا يرلو شرعه في صوفي ما بيقرأ الآية دي ومحافظة تلقى الآية دي معلقة في عباط الصوفي آية قال لك أضل مخلوق البنادي الغرآي الصوفي قير لها المفهوم قال لها الآية دي معنات علقة في عباطك عديل كده ها ولا الكلام اللي بيعلقه في العباط ده شنو كم قلت من الإنجيل ما نسأ لله كم قلت من وين ها من إنجيل المحرف أنا سألينك عشان كده يا أخوان جدا عشان كده يا أخوان الناس تتقل لعز وجل وترجع لكتاب الله وسنة رسول الله ناس تبين تبين الحق تبين يا أخوان صوفي بيضلاله ده يطلع ويبين كلام كفر عديل يقول في الغنوات وفي الإذاعات في كل الوسائل شان كده الناس يتقل لعز وجل وترجع لكتاب الله هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله صحبه السلام نجيري ترجمة نانسي قنقر